العاجل وأفضل حاجة بنبدأ بها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أنا عايز بس أبلغكم بخبر سعيد جدا 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 إن شاء الله يتوج النادي الأهلي بطل لإفريقيا للنسخة رقم 12 في تاريخه يوم السبت بإذن الله بإذن الله تمام يوم الحد الناس تفرخ يوم لتنين هتكون فيه بقى جلسة كبيرة جدا من الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيب مع مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بعد صباح الخير بلغ مودست شكرا جزيرا لو عايز بقى يبطل يعتزل نعمل له مطش تكريم الأهلي مثلا والبلدية مثلا يعني نعمل له يروح يلعب في نادي تاني إحنا متنازلين يا عم على الكام يوم اللي بقيين في العقد بتاعك وشكرا جزيلا والقلب دعي لك لي وأنا عن نفسي هعمل له حلقة جمدة جدا عن نفسنا هعمل له حلقة إن شاء الله بإذن الله تمام فمودست خلاص يعني وأنا بكلمكم كده بجد الأهلي حيبلغه بعد يوم 25 رسميا إدارة الكرة تبلغ مودست رسمي بإنه خلاص يعني الموضوع خلصان وتمام يعني والأهلي بيدي له حرية كاملة يقرر مصيره سواء يبحث عن عرض آخر أو يعتزل براخته يعني وفي نفس الوقت حيحسن يعني 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 هيعمل له حاجات كتيرة جدا دي بعض الأمور قوي بعض الصفقات المعروضة أو للأهلي ما شاء الله فيها زي مثلا فيه اتنين اللي هو أحمد شريف ووليد فرج بتوع فاركه معروضين على النادي الأهلي بتتكلم في زين الدين بالعيد اللي هو المدافع الجزائري بتاع اتحاد العاصمة الجزائري تمام يعني ده اللي شبه خلص معاه برضو عشان مارسي الكولر يعني هيحسن كل ده بعد الفاينال كمان عندك كمان فيه أربع مدافعين معروضين على النادي الأهلي يجيبهم العش بتاع زيد وعندك كالوشا وعندك محمد رمضان وعندك محمد اسماعيل اللي هو بتاع حرس الحدود علشان يختار منهم واحد أو اتنين الموسم الجديد في الديفنز تمام وفيه السردي باك يعني معها بالعيد وبتتكلم انت كمان تمام هتحسب لجنة التخطيط فيه الاعادة دي بشكل نهائي ملف التجديد عندك ثلاث لعيبة بننتهى قدهم السنة دي تمام بقيين علي معلول ومحمد هاني وعمر السلية والثلاثة متحمسين جدا ولجنة التخطيط ان هي تجدد العقد بتاعهم لسنتين على الأقل هاني ثلاث سنين معلول سنتين والسلية لمدة سنتين على فكرة صحيفة المنتخب المغربية ودي واحدة من اكبر الصحف اللي في المغرب حتى المنش بتاعها كده تاني يوم المباراة بتاعة الزمالك مع نهضة بركان يجب الاعتراف اننا لا نستحك كأس الكنفدرالية عاملين لها يعني حاجات حلوة كده وقولوا احنا لازم نكونوا معترفين بالحاجات دي كلها دي بالنسبة لموضوع صفقات النادي الاهلي الجديدة ان شاء الله وكمان هنتكلم على بغداد بوناجاح هنتكلم على بغداد بوناجاح وتطور عاجل في مصير تمام تطور عاجل في مصير انتقال بغداد بوناجاح الى النادي الاهلي كشف الدول الجزائري بغداد بوناجاح مهاجم السد القطري عن وجهته المقبلة بعد اعلان رحيله عن فريقه الحالي بنهاية الموسم الجاري كما حسن مصير انتقاله للاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد ارتباط اسمه للنادي الاهلي واعلن مسؤول السد رحيل بناجاح في نهاية الموسم الجاري لتنتهي مسيرته بعد تسع سنوات قضاها في الدور القطري بعدما انضم للفريفة 2015 قادما من النجم السحلي التونسي بغداد بناجاح بيكشف وجهته الاقرب في الصيف المقبل بغداد بناجاح تحدث الدول الجزائري لشبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية عن وجهته المقبلة لا ازال افكر بشأن وجهات المقبلة لكن حتى الان الاقرب هو انتقال للدور السعودي في الموسم المقبل وكانت تقارير جزائرية اشارت من قبل الى ان بغداد لديه العديد من العروض العربية في مقدمتها اندية الدور السعودي وبالتحديد نادي الشباب اضافة الى رغبة فريق العين الاماراتي في التعاقد مع اللاعب حل تمكن الفريق الاماراتي من الفوز بدور ابطال اسيا لموسمه الجاري واشار العديد من التقارير الى اقتراب بناجاح من الانتقال الى الاهل المصري في يطار الاستعدادات لكأس العالم للاندية 2025 والمقرر اقامته في امريكا بمشاركة 32 فريق لكن جاءت تصريحات اللاعب الاخيرة لتمهي الجدل حول تلك الاخبار وتنفي انتقاله للنادي الاهلي بغداد بناجاح صاحب الاثنين وثلاثين سنة مع السد الكطري شارك فيه 228 مباراة منذ انضمامه للفريق تمكن خلالها فيه تسجيل 201 هدف وتقديم 66 قصدي 60 تمريرة حاسمة ده بالنسبة لبغداد بناجاح ناجاح بقول الاهلي ام الدوري السعودي مصدر يكشف وجهة بغداد بناجاح المقبلة نهائيا اعلن المهاجم الجزائري بغداد بناجاح رحيله عن فريق السد القطري رسميا بنهاية الموسم الجاري كمان وكشف المصدر داخل نادي السد القطري لموقع مصراوي وجهة بغداد بناجاح المقبلة وقال المصدر ان قرار رحيل المهاجم جاء بسبب تقدمه في السن واصبح لابد من ايجاد مهاجم في مستوى عالي يقدر يساعد الفريق في مختلف البطولات المحلية وخاصة دوري ابطال اسيا الذي ظل هدفا لادارة النادي منذ الحصول على الكأس في 2011 واكد المصدر ان المهاجم الجزائري حدد وجهته المقبلة ويفاضل بين عدد من اندية الدوري السعودي الجديد بالذكر يلاقي السد القطري نظيره فريق قطر يوم الجمعة المقبل في نهاية كأس الامير عايز اتكلم مع حضرتكم يعني في موضوع ان الناس كلها طلعت يتكلم على بغداد بناجاح ان هو الاهل يتعاقد يا جماعة مستحيل يعني بغداد بناجاح بيتلقى راتب خيالي والنادي الاهلي ما عندهش القدرة ان هو يدفع للرقم ده للمهاجم ده عشان قط اللبس ما يحصلش فيها مشكلة ويحصل فيها يعني انفلات بغداد بناجاح محدش يقدر يتكلم في حقه محدش يقدر يقول عليه غير ان هو مهاجم قوي 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 جدا كمان في مفاوضات مع محمد كانوتي اللي النادي الاهلي كان تفاوض معه في فترة الانتقالات الشتوية كمان رجع للصورة جاكسون موليكا الكنغولي رجع للصورة تاني في التفاوض مع النادي الاهلي لان جاكسون موليكا ايضا بينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي لكن النادي الاهلي هيعمل ماريكاتو جديد جدا ماريكاتو يليق باسم النادي الاهلي ومشاركة النادي الاهلي في كأس العالم للاندية بنتمنى له كل توفير بشكرك يا صديقي ان انت كملت معي الحلقة للنهاية سؤال الحلقة بيقول هل تتوقع انضمام بغداد بناجاح للاهلي وهل في حالة انضمام بغداد بناجاح للاهلي هل هيكون اضافة قوية ولا عامل السن هيكون عائق امام الله مستمي رأيكم في التعليقات بشكرك ان كملت معي الفيديو للنهاية ما تنساش لايك وشير علشان توصل الحلقة لكل الناس استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته